لله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين غلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن نو مسلمون وكذلك أنزل إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو طاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوت العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتنى عليهم إن في ذلك لرحبة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يوشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرقا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسقر الشمس والقمر لقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا راكبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أغلم ممن افتراع لله كذبا أو كذب بالحق لما جاءوا أليس في جهنم مثول للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سورة الروم سورة الروم مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں ساٹھ آیتیں اور چھ رکو ہیں بسم الله الرحمن الرحیم الف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بغع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزیز الرحیم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون غاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يدفكروا في أنفسهم ما خلق الله السمابات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا وشد منهم قفة وأثاروا الأرض وعمرها أكثر مما عمرها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ القلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في رضغة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من طراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأنظم اقتناف ألسنتكم وألبانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فغله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم غرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفسل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين غلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أغل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فترة الله التي فترى الناس عليها لا تدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا اسقلات ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزبهم بما لديهم فرحون وإذا مسى الناس غر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا بيشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنتون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المغعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم باغ الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فغله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فغله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الغبادق يخرج من خلاله فإذا صاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوهم اصفرا لغلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العميعا غلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من غعف ثم جعل من بعد غعف قفة ثم جعل من بعد قفة غعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين غلموا مع ذراتهم ولا هم يستعتبون ولقد غربنا للناس في هذه القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاسبر إن بعد الله حق ولا يستقفنك الذين لا يوقنون سورة اللقمان سورة اللقمان مكة میں نازل ہوئی اور اس میں چونتیس آیتیں اور چار رکو ہیں بسم الله الرحمن الرحیم الف لامیم تلك آیات الكتاب الحكيم هدن ورحمت للمحسنين الذين يقيمون اسقلعد ويؤتون الزكاة وهم بالآخرت هم يوقنون أولئك علاه دم من ربهم أولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتني لهو الحديث ليغل عن سبيل الله بغير علم ويتقذها هزوى أولئك لهم عذاب مهین وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدین فيها وعد الله حقا وهو العزیز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقوا في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في غلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنج حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعيغه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لغلم عظيم ووصينا الإنسان ببالديه حملته أمه وهنا على بهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولبالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبتهم من قردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدق للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واخصد في مشيك وغض من صوتك إن أنكر الأسواد لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه غاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة المثقاب إلى الله آقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نغطرهم إلى عذاب غليغ ولئن سألتهم من قلقت السماوات بالأرض وليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات بالأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعده سبع أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسقر الشمس بالقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل اسقبار شكور وإذا غشيهم موج كغل لدعو الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار قفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي بالد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن بعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْفِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتِ إن الله علیم خبير سورة السجدہ سورة السجدہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں تیس آیتیں ہیں اور تین رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ميم تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتروا بلو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات بالأرغى وما بينهما في ستة أيام ثم استبا على العرش ما لكم من دونه من وليج ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرغى ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزیز الرحیم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السماع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا غللنا في الأرغى أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب القلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المواجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أغفر لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستبون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأضى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأضاهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أغلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرغ عنها إن من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يطلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا دأكلوا منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينغرون فأعرغ عنهم وانتظر إنهم منتظرون سورة الأحزاب مدينة میں نازل ہوئی اور اس میں تہتر آیتیں اور نورکو ہیں بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّنَ عِلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعْلَ اللَّهُ لِرُجْلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعْلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُغَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعْلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفَّاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَةُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَمَرَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلِيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنه ومن نوع وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليغا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَوْسَلْنَا عَلِيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ ذَاغَتْ الْأَفْصَارُ وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَغُنُّونَ بِاللَّهِ غُنُونَا هُنَلِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَغٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالِ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِجَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرًا وَمَا هِيَ بِعَوْرًا إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتَ عَلِيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُبَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا كُلَّا يَنْفَعْكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْدِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعَصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَبِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْثَهُمْ يَنْغُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرُ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يبدوا لو أنهم بعدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجى الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قغى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا غحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين غاهروا هم من أهل الكتاب من صياسهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسدون فريقا وأورثكم أرغهم وديارهم وعمالهم وأرغا لم تتأوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسولا والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يغاعف لها العذاب غعفين وكان ذلك على الله يسيرا اشتركوا في القناة